السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم مع قناة لكي اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة تقليدية ناجحة مليار في المياه يعني اللي ما ينجح لهاش البغرير اليوم متزيج تقول ما راش ينجح لي بس كو جبت لكم وصفة سهلة مضمونة بإذن الله تعالى مقادير مضبوطة مع كل الأسرار ان شاء الله ينجح معكم اليوم ان شاء الله درتها لكم راكم تشوفوا جي شهدة جي ما شاء الله امتقب خاوي وايضا جي خفيف ريشة ما جيش مع الجن جي بامتياز رائع نتمنى لكم تتبعوا الفيديو الاخر وما تنسونيش بجام وتعليق وايضا دعا والخير نبدو بسم الله على بركة الله بدون اطالة وهنا يارني نوري لكم فيه شوفوا ما شاء الله نتمنى ان شاء الله كل واحدة ديره تنجح فيه وما تنسانيش كي ما قلكم بالدعاء بسم الله على بركة الله المقادير تعنا جد بسيطة لكن طريقة التحضير والأسرار والعفاسي وكل شي هذوك هما اللي يخلوكم البغرير تعكم ناجح لابدو بسم الله كي ما راكم تشوفو هنايا المقادير تعنا جد بسيطة اليوم غدي نخدمو غيب السميد من ديروش فيه الفارينة ولا الدقيق الأبيض يعني فقط بالسميد عندي تلت كيسان تاع السميد رقيق سميد رقيق تلت كيسان تاع السميد غدي نفوتهم هنايا في الغربال لازم نغرب المواد الناشفة تاي كي ما نقول تاعنا عفوا كي ما نقولكم دايما نوعودكم هنا عندي ملعقة كبيرة تع سكر وعندي ملعقة كبيرة تع خميرة تع الخبز وعندي هنايا نص ملعقة صغيرة تع الملح إلا كان البرد رانا هنايا في الحمان يعني صخانة إذا كان البرد ديروزوج مغارف كبار تع خميرة تع الخبز هنا سمحولي نقطع لي الفيديو عندي ربع كيسان تع الماء هنايا دافئ ما يكونش ساخن ربع كؤوس من الماء الدافئ نضيفوها للخالض والكاس هنا اللي عبرنا به السميد نعبرو به الماء وزيت معاها مغرف كبيرة تع مزهر سمحولي هادو قاع في المقطع اللي ما درتهش وهنا عطلقوا المقادير في صندوق الوصف أسفل الفيديو هنا بعد اللي حطت كل المقادير التوعية نحط هنا دايمن كاستع ماح دايا دافئ هنا إذا خصنا الماء نزيدو لاش كل نوعية السميد وكدارة كاليت شرب كان ليلة هنا بعد اللي درت ربع كيسان تع الماء راح نجيب هنا برعب منكسر ونبدأ نخلط كل المكونات التوعية اللي عندها البلندغ تحط كل المكونات في البلندغ لكن أول شيء تحط الماء بعد المكونات الأخرى الجافة هنا نبدأ نخلط هاكا ولا اللي ما عندهاش قاعدير بالفوي لكن درب حتى الخمس دقايق هنا حاولي تلت دقايق هاك ندخل قاعد المكونات مع بعضها البعض كما راكم تشوفوا وهنا تبقى لي خطوة أخيرة لكن قبل هنوريكم قوام الخالط شوفوا قوام الخالط كيفش يكون خفيف سينو نزيدو لها الماء حتى مسكاس تع الماء هنا يساهدك الماء تشنس حقا نخليها لجيها هنا يا عندي خميرة الحلوة أو بيكينج باودر ولا الفرفارة عندي 10 غرامة أول شيء نضيفها ونضيف معها نصف خميرة الحلوة أخرى يعني 15 غرام نصفها شي الزاوج هنا 15 غرام تا خميرة الحلوة لتستعملتها 7 غرامة دير زوجتها 7 غرامة 14 غرام هنا نبدأ نخلط هاكم نديروها آخر شيء هديك خميرة الحلوة باش تحافظ لي عليها هديك الهشاشة تاع الخالط وهذا كل الخل اللي درناه هو ليعطيكم سر تاع الخفية على البغرير دائما كتضيفوا الخل سواء للكيك ولا للحلويات الأخرى دائما هو ليخفف لكم الحاجة اللي تديروها فيه شوفوا القاوم هنيا بعد اللي دخلت هديك الفرفارة غاية غادي نخلوه مني على جهة الخالط يرتاح غاية ما بيلا تحملنا المقلة يعني فيما تحملنا المقلة غادي يرتاح هنا يدرت مقلات حقيقة هنا بديت ندير وهنا يراني في الحبة الثالثة هنا درت مقلات غاية لاسيقة بس كل اولا درت مقلات لاسيقة ودرت كاريتها بيها لسقطت لي المقلات ما كنتش عارفة بلا هي تلسق انجرحت لي ولا تتلسق يعني هنا هاد الكاورت قاعي جونا في الكوزينا وقاعي جونا في المطبخ تاعنا المهم هنا عندي هادي ما تلسقش هنا وكبيرة درت هنا الحبة غاية عيني هي ميزاني درت لوش واحدة يعني مغرف سقية واحدة حتيت الخالة التاعي في الوسط النار راهي راهي قاوية البغريرة طيب على نار قاوية بيش يتقب تم تم ويطب خف خف وبلا ميش دن الوقت خليتها سخنت مدرت فيها والو بس كنت متلسقش وهنايا خليتها هاية طيب راكم شوفوا قدامكم بلا مقطعكم الفيديو بلا منسرعه لكم باش شوفوه باللي يتقب شوفوه ما شاء الله ما قاعد تليح تابلاصم مش متقبه ومام يجيكم خفيف دو كنوريها لكم نخلوها هاكا طيب حاولي ياربي دقيقتين تديها ما تتقلبوش البغرير هادي يعني من الاساسيات على البغرير جامي ينقلب على الوجهة تاعها طيب خليمت تحتها شوفوه هايا ما شاء الله راني زوميت لكم باش شوفوه غاية جا ما شاء الله نعاود نقول لكم ما شاء الله ما شاء الله هنه رائع هاد الوصفه نديروها على ضمانتي كما يقولك شوفوه هايا معايا غادي نزيد معاكم حبة واحد اخرى هنه شوفو المقلات رهي شوية رهي شدتلي هنه هنه شوفوه غادي نجيب غاية سويتو يعني ورقة مصلي الزيت ما ندير فيه والو لا زبدة لا زيت لا والو نمسح المقلات التاعي نقص للنار نعاود نقص للنار ونجيبو الخالط شوفو الخالط دائما قبل ما تديروه وخلطوه في الغيسيبيون ويكون فيها الخالط نحطه هنه حتي تعلي شكل دائري بصح المقلات كتكون دائرية غايت تم تفوتوه في المقلات يجوكم قال حبات كيف كيف انا اليوم طحت فيه درت كاريتا كما يقولك لازقت لي حبة اللولة موجودش الريسكي بالحبات الاخرين درت هاد المقلات لغير اللاسيقة المهم هنه خلوها يطيب شوفوه عاود معاكم معافون منكم حبة الزوجة هنه غادي نسترعلكم فيديو بيش شوفوه ثاني مليار في المياه ديروه نقارع ولا ننتظر بشوق التطبيقات تاوعكم على بلي بلي الاخت امت والله غادي اديره والاخت ايضا ام عبد الرحمن ثاني غادي اديره هادي وزعمها السيغ منهم واحتى الاخت ام ادم يعطيها الصحة كل خط راهي تجرب الوصفات تاوعي واحتى الوصفات تاوعي واختي راهي تجربهم وقلكم يعطيكم الصحة اخوتاتي وقاع اخوتاتي لكم جربوا كل الوصفات يعطيكم الصحة وربي خلينا البعض هنا يا صاي غادي نكمل انا الحبات على البغري اللي بقاولي نشوفوه دروك ان شاء الله في صحن التقديم شوفوه هنا لو لاحظة تفوق هديك شبكة هكا باش ما يدليش هده كنده وما يدليش ديك الرطوبة سينو ديرو حبه فوق وحبه وديرو في بيناتهم مناشف هنا شوفوه ما شاء الله والله خفيف ورائع هدي قلت موحال ما نعطيها لكم شاد الوصفة بس كو بزاف تحمر الوج ديروها ما ريح موالو شفتو تم تم طيبوه البرة تعليتها را عمليها را هي طيب والنعناع كترولها النعناع يجيكم شباب بزاف وتاكلوه بالصحة والهنو وان شاء الله انتظر كيما اقول لكم بشوق التعاليق تاوعكم انا اليوم ما درتاش بالدهان ولا الزبدة والعسل قدمتها مع الحسل شوفو تقدمو كيما بغيتو كالي ما يبغيش الحسل يديلها شوية سكر كالي ما يبغيش حاجة حلوة يدير الزبدة دوبوها وسقوه بها كالي ما يبغي ديرها تلبز زيتون ثاني حاجة صحية يبغيتو ديرو بها يعني كل واحد والدوق تاعتبوه تديرو شوكولاتة الطالي ديرو شوكولاتة الطالي لكن في التقليدي نقدموه بالعسل والدهان احنا هنا في وهرا العسل والدهان مدوبين مع بعض وتسقو به وتاكلوهم عالتي يجيب تساف الشباب شوفو ما شاء الله بعدين نقسمها لكم الحبة الداخل كديرا يعني ممدي تبغيت ديرها مشروع ناجح ديري أختي لا يعاونك ولحتى الأخ تاعنا اللي راي تبع فينا ديروه ما شاء الله ناجح وغد عاوي الخير هذا مكان استودعكم الرحمن احبكم في الله ربي خليكم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى فيديو قادم بإذن العتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر